السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله معكم أخوكم محمد الفيفي خبير ومستشار استراتيجيات الأداء والتميز في تجارب العملاء أعمل كمرشد ومدرب شخصي لرواد الأعمال والقيادات التنفيذية معتمد من عدة منظمات عالمية مهتم بجودة ما يمس حياة الإنسان حيث أشرفت شخصيا على استراتيجية خليجية لدول مجلس التعاون والتي كانت تركز على تحقيق هدف سامي ومهم جدا ألا وهو أمن وسلامة المستهلك أنا وإنت وهو وهي عملاء وزباء نتعامل مع شركات وعلامات تجارية لدينا تطلعات وتوقعات واحتياجات يجب تلبيةها والوفاء بها خصوصا لو كنا نثق فعلا بتلك الشركات وننتظر منهم أشياء أكبر ونتفاجأ بأنهم يبهرون في كل مرة نتعامل معاهم فيها في برنامج ابتكار تجربة العميل سنكتشف ونتعرف على الطرق التي استخدمتها تلك الشركات في التعامل معنا وجعلتنا نشعر بهذا الشعور الرائح هذا البرنامج موجه بشكل أساسي وتحديدا لمن يرغب في تفادي أخطاء التعامل مع العملاء قبل أن يدخل عالم الأعمال وليس هذا فقط ولكن أيضا لمن لديه عمل تجاري قائم ويريد أن يقترب أكثر من عملاء ويكسبهم لصفه وزيادة على ذلك أيضا لمن يرغب في تخفيض التكلفة الباهظة للتسويق ويجعل العملاء هم من يسوقون له في برنامج ابتكار تجربة العميل ستتعلم أساليب عن كيفية إثراء الإنسان بمنتجات وخدمات مبتكرة هذه الأدوات ستساعدك على تحقيق أعلى مستويات الرضا فمن غير رضا العملاء لا يمكن لأعمالك أن تستمر خلال البرنامج رح نمر بخمسة مجالات وأكثر من ذلك ولكن هذه أهمها بنتعلم خلال البرنامج أساليب فهم أفكار ومشاعر العملاء والتعاطف معهم وأيضا طرق تطوير وتصميم رحلة العميل وما العناصر التي تؤثر فيها من البداية إلى النهاية وكذلك استخدام أدوات قياس الرضا وقراءة البيانات وتحليلها وليس هذا فقط ولكن أيضا التعرف وإتقان مهارات تيسير ورش العمل مجموعات التركيز لغرض الإبتكار وتوليد الأفكار وأخيرا سوف تتقن وتتعرف على آليات إدارة تجربة العميل وبناء ونشر ثقافة تجربة العميل والكفاءات الأساسية الخاصة بها هذا البرنامج من البرامج التي تجمع بين جانبين جانب منطقي وجانب عاطفي فاستعد لهذه التجربة للدمج بين فصي الأقل الأثنين تبقى أن ألتقي بكم نتشارك المعارف نتبادل الخبرات وننجح سويا ونثري حياة من حوالينا بتجارب رائعة حياكم ترجمة نانسي قنقر